ورحمة الله وبركاته أمين عمر وفجر تحكيمي الزمالك يتحرك ضد حكم المباراة وحكم دولي يكشف الفجر التحكيمي لأمين عمر وطارق يحيى مهاجما أمين عمر هنتكلم الأول وبعدين نقول على الأخبار هنتكلم بنقول اللي بيحصل ده مش طبيعي اللي بيحصل في القرى ده زاد عن حده اللي بيحصل ده بيخلي الناس بتطلع عن شعورها بتموت ناس والله بجد الحالة اللي انتو بتسببوها لنا مش علشان اللعيبة ما لعبتش اللعيبة لعبت علشان حكم فاس ازاي ده المفروض فورا يتشطب احنا مش بنلعب كورة ولا عندنا عدالة ولا منافسة ولا مسابقات ولا انضباط ولا فزارة رياضة ولا حساب ولا عقاب عب عليكم بقى ده فجر عين عينك طالما ما فيش حد بيتعاقب ولا بيتحاسب لازم يعمله اكتر من كده طالما الاسد غاب لازم يعينه الحكم المستشار مرتضى منصور كان دايما بيرفضه ده ما يحكمش النادي الزمالك الحكم جاي ينتئم من نادي الزمالك جاي ينتئم داخل المباراة كده علشان ينتئم من نادي الزمالك ايه كان من الكراهية اللي عندك دي كارثة علانية مين هيحاسب كان نازل انذارات 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 مخصوصة بس للزمالك لكن التانيين ايه اللي بيقعد ولا من الزمالك محدش بيديهم اي حاجة ضرب الجزاء وهو بيأكد الفار انها ضرب الجزاء اتفتحه من فتح المايك امين عمر حكم فاسد لازم يتشطب لو منظومة محترمة يتشطب حالا يعمى كله يتحاسب ويتحاكم لكن هي مش منظومة محترمة يبقى لازم كله يتحاسب حكم طول ما هو قاعد في الفار الفار بيقنعه ان هي ضرب الجزاء يقوله يا عادل يا عادل طب هتلي من النحية دي طب هتلي من هنا طب هتلي من هنا هي ترى تربعها برا وربعها جو ايه هي يا عام اللي تلت تربعها برا وربعها جوه ده خط خط تابع لمنطقة الجزاء اي مين اللي عليه بتتحاسب درب الجزاء كل شوية انا مش مقتنع ان شاء الله اللي مع ان امك اقتنعت يا اخي حسبنا الله ونعمة الوكيل فيك ده انت الدعاوة اللي خدتها النهاردة ان شاء الله تبقى من اسمتك ومن نصيبك ان شاء الله لكن ايه اللي بيحصل ده ده احد القارة اللي مين مسؤول عنه عامر حسين بتقدمه شاكوى لعمر حسين خدام بيه بو هذا اللي احنا بنعمله مفيش مسؤول لازم تيجي من فوق من عند الدولة لازم الدولة تبص شوية اللي بيحصل في الكرة المصرية مينفعش نادي زي نادي الزمالك وعظمة نادي الزمالك وتاريخ نادي الزمالك يحصل فيه كده من حاكم فاسد حاكم فاسد وشلة اتحاد كلها فاسدة ومنظومة رياضية فاسدة قرر مسؤوله نادي الزمالك التقدم بشكل رسمية الى رابطة الاندية ضد الحكم امين عمر حكم مباراة الليلة للفريق امام المقولون العرب شكرا تلك المباراة التي انتهت بالتعدل الايجابي بهدف لهدف بعد ان ظل الزمالك متقدما حتى اللحظات والثواني الاخيرة من زمن المباراة والتعدل جاء رغم تقدم الزمالك في الدقيقة 83 من زمن المباراة الى ان اخطاء لاعب الزمالك الى جانب الاخطاء الكارثية التحكمية تسببت في التعدل لزياف دقائق الاخيرة وسوف تكون الشكوى بسبب رفض الحكم احتساب ضربة جزاء للفريق في منتصف الشعوط الثاني وبعد القرارات ضد الفريق الابيض حكم دولي السابق يكشف مفاجأة تحكمية جديدة خلال مباراة الزمالك والمقاولون كشف ايمان ديجيش الحكم المساعد السابق عن مفاجأة تحكمية خلال مباراة الليلة للزمالك امام المقاولون العرف الدوري تلك المباراة والتي انتهت بالتعدل الايجابي بهدف لهدف بعد ان ظل الزمالك متقدما حتى اللحظات والسواني الاخيرة من زمن المباراة ايمان ديجيش عبر تصريحاته اكد ان حديث امين عمر لحكم الفيديو يؤكد ان رقلة الجزاء صحيحة خاصة وانه اعترفه بان لمسة اليد على خطوط منطقة الجزاء وبالتالي يتم احتسابها لان خطوط المنطقة جزء من المنطقة حد يقوله لو ما كانش بيفهم وتبع ان هدف المقاولون العرب القاتل الذي تعادل به من الاساس اللعبة ضربة مرمى للزمالك وليس ضربة رقنية وان الحكم وقتها كان بعيدا جدا حسبنا الله وانعم الوكيل فيك بعيد يعني رقلة الجزاء اللي انت محتسبتاش كانت للزمالك واللي هما جابوا منها الجون كانت ضربة مرمى للزمالك حسبنا الله وانعم الوكيل فيك مؤكدا انها واضحة جدا من خلال الشاشات انها ضربة مرمى للزمالك ولكن حكم الراية وحكم الساحة كان السنائي بعيدا جدا ودي تخص المساعد ولا دخل لتقنية الفيديو في الرقنيات يعني كل ده كان بسبب الحكم الفاسد طارق يحيا يهاجم امين عمر حكم مباراة الزمالك والمقولون العرب اعتد طارق يحيا مقدم الاستوديو التحليلي لمباراة الزمالك والمقولون العرب على الحكم امين عمر بعد ان احتسب رقلة رقنية لفريق المقولون العرب السفرت عن هدف التعادل فيها دقيقة تسعة دقيقة من الوقت بدل الضائع يعني اداهم تسع دقائق يا اخوانا ده اداهم مطش تاني اداهم شوط تاني علشان يجيبوا في الجهن في حد يدي تسع دقائق وقت بدل ضائع ليه هم عملوا ايه علشان احتسب لهم تسع دقائق كاملة حزبنا الله نعمة الوكيل في الجبعي اقل يا حيا محمد عبدالغني ما هيجوب على كرة وامين عمر في وسط الملعب ومن المسحيل ان يراها منه كيف قام بحسابها فعلا ازاي ام بحسابها هنقول ايه هنقول ايه غير حزبنا الله ونعمة الوكيل هنقول ايه بس كله يدعى للحكم الفاجر وبنقوله اللي اختشوا ماتوا انت معندكش راحت الدم انت فعلا لازم اللي زيك ما يعيشش في الدنيا يا ام اللي زيك مش عارف والله الواحد مش عارف يقول ايه يعني فعلا مباراة تحرق الدم لما العيبة تلعب ويتعامل فيهم وليتعامل ومحدش انذرات للفريق المنافس ولما يبقى ليهم ضرب الجزاء وما تتحسبش ولما يبقى ليهم ضربة مرمى وتتحسب للفريق المنافس ويدخلهم منها جون ولما يدوهم وقت ضايع زيادة عن اللزوم عشان يدخلوا جون يبقى فيه ايه يبقى ايه اللي بيحصل يبقى فيه عدل انا مش فاهمة لغاية دلوقتي الدولة سكتة اللي على الرياضة وفساد الرياضة في مصر انا مش فاهمة يعني انتوا عايزين ايه عارفين ان انت حد الكرة فاسد والربطة والمسابقات والتظلمات والتحكيم طب عايزين ايه عايزين انتوا تطلعوا فرقة تنفس تنفس ايه ده هو فريق واحد بس الفريق الاوحد اللي الكل بيخدم عليه حسبنا الله ونعمل وكيل حسبنا الله ونعمل وكيل في الكرة المصرية الفاسدة دي لغاية ما يبان لها اصحاب وتحية النادي الملكي عاش النادي الملكي النادي المحترم النادي اللي بيفوز برجولة ومهما عملته مش هتوقعه ان شاء الله هيرجع اقوى من الاول هنقول ايه حسبنا الله ونعمل وكيل وبنقول اللي بينتخبه واللي مشغولين في الانتخابات المفروض حاجة زي كده ما ترش عنكم مفروض حاجة زي كده تتهد وتعملوا حاجة مش بس عنكم على الكرسي حسب الله ونعمل وكيل في كل اللي عايز زي نادي الزمالك حسبنا الله ونعمل وكيل فيك يا امين عمر لانت امين ولا حاجة دانت خايل الامانة